السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب دايما تكونوا بخير نرد هنعمل طابلت رمضان بطريقة جديدة جدا للاطفال يلا بينا اول حاجة لو عندي علبة بلاستيك زي دي كده هبدأ ايجي في الجزء اللي انا هحدد دوت واعمل فتحة كبيرة من تحت وفتحتين صغيرين من فوق ولو عندي اي حبل زي كده مش شرط اللون وحبات لولي زي كده علشان تعمل الصوت في الطابلت الفتحتين اللي انا عملهم دول هبدأ كده ان انا ادخل الحبل منهم علشان خاطر يتبقى مظبوطة من جو كل الفتحة دي طبعا ان انا هدريها دلوقتي بعمل بقى الطول المناسب انا عايز حبات اللوني دي اي اللي هتخبط معي في الفكرة علشان خاطر تعمل الصوت فلازم تكون حبات كبيرة وتقيلة علشان خاطر تعمل معيكم صوت وتختاروا الطول المناسب للحبل بتاع خلاص كده زبطت اللي اتجاهين خلاص متاعي بابدأ ان انا اعمل عودة علشان حبات اللوني بتاعتي ما تخرجش معي خلاص كده زبطتهم ازبط المائس اللي انا عايزه بعد كده اشيل اي زيادة بالمقص من الجزء اللي هو انا خلاص مش محتاجه دي كده اي جزء في لعبة زي كده بنعمل الفتحة دي وببدأ ان انا اثبتها عشان تكون الهند بتاعت اللعبة او المسك اللي هو انا مفروض اشتغل بيه في اللعبة بتاعتي لان ده هيكون عليه حمل فلازم اثبته كويس جدا بمصدس الشمع زي ما انتم شايفين ده كده طبعا شكلها هبدأ بقى ان انا اعمل التزيين بتاعها بس الاول هجيب قطع الكارتون واغطي الجزء اللي وراء علشان تتقفل معي اللعبة بتاعتي ناس كده خلصتها هبدأ ان انا اجيب بقى استيكر من اللي عندي ده على رسمات رمضان وهبدأ ان انا اعمل الجزء الامامي اللي هو هيكون باين بالشكل اللي انا عايزه وبعد كده هجيب استيكر واغلفها كلها من الجناب وكمان من وراء والايد بتاعتي هجيب السروطيب اللي هو يعتبر بنص جنيه ده وهبدأ كده ان انا اغلف الجزء بتاعي لشان يكون ده شكلها النهائي فكرتها حلوة جدا وبسيطة طبعا مش قادة اقول لكم فرحة الاطفال بها عاملة ازاي وطبعا بتعملوها كده تعمل الصوت معيكم قوية جدا ما ان الفكرة كوي عجبت اشتركوا في القناة